الحقوق المتعلقة بالميت وبتركته أربعة أولها مؤنة تجهيزه ثم سداد الدين الذي عليه ويقدم من الديون الديون التي تعلق بعين التركة بأن تكون فيها رهون ثم تنازع العلماء أيقدم دين الذي هو حق لله أم الدين الذي يكون لحق الآدمين والحق الثالث إنما هو وصيته التي أوصى بها وصيته التي أوصى بها في ثلث ماله ثم الرابع باقي المال يذهب إلى ورفته وهذا يدل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين يدلنا على أن حق الدين مقدم على ما عداه إلا التجهيز فإن التجهيز مقدم ولذلك أتي بالجنازة مجهزة فدل على أن من ألزم ما يفعل بالميت سداد دينه وقضاء حق الله عز وجل إن كان دينا لله وحق العباد من تركته فإنه محبوس في دينه كما تعلمون أو جاء به الحديث